بيبدأ فيلم النهاردة بحرب عظيمة بين إمبراطورية هان بقيادة الجنرال دونج جو والمتمردين بقيادة الزعيم جانج جياو والحرب بتبدأ والتفاوج كان لجيش الإمبراطورية وبيقدروا يصحكوا كل المتمردين اللي كانوا بيقابلوهم ولما زعيم المتمردين جانج شاف الوضع كده والحرب بتتسحب منه استخدم قوته السحرية وخلى الجنود يبقى عندهم قوة خارقة لدرجة انهم مايموتوش أبدا مهما توجه لهم ضربات والكفة اتغيرت تماما والمتمردين اللي ماتوا ورجعوا تاني للحياة وبدأوا يقتلوا في جنود الجنرال وتلموا على الجنرال شخصيا وكانوا هيكلوه بس في الوقت ده كان فيه ثلاث محاربين زي الإخوات بالزبط كانوا قافين بيرقبوا المشهد من بعيد وهم ليو وجوان وجانج والثلاثة كان عندهم هما كمان قوة سحرية بتخليهم أقوياء جدا ويقدروا يهزموا جيوش كاملة لوحدهم وبيكرروا انهم يساعدوا الجنرال في الحرب علشان البلد ما تقعش في ايد المتمردين وبعدها على طول انضموا للحرب وجوان بيروح يلحق الجنرال بعدما الجنود اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه وضربهم بسيفه وطيارهم كلهم في الهوى وجانج نطمن على حصانه وضربهم بالرمح بتاعه وبرضو طاروا في الهوى زي اللي قبلهم اما بقى ليو ففضل يقتل فيهم بالسهم بتاعه لحد ما لمح الزعين بتاعهم من بعيد واقف بيمارس توكوسه السحرية وساعتها بيكرر يضربوا بالسهم بتاعه وقبل ما السهم يطعنوا حاول جنج يعترد طريقه بالسيف بس السهم كان اقوى منه وطعنوا في صدره بس عمتا السهم مش بيقصر فيه وبدأ ليو يقتلوا وقدر يهزموا بسرعة رهيبة وكمان طعنوا بالسيف اللي برضو ما اصرش فيه فاضطر ساعتها انو يرميه من فوق الجبل والتاني فضل يتضحرج لحد ما نزل تحت خالص بس هناك جوان شافوا وضربوا بالسيف بتاعه ورماع الحصان فالتاني على طول اخد حصان وهرب من المكان وامر كل المتمردين ينسح بوراه وكلهم سابوا الحرب وجريوا بعدها الجنرال بعت شكر للمحاربين التلاتة وسألهم على رتبتهم الرسمية فقالوا له انهم ما عندهمش رتب وساعدوه في الحرب علشان ده واجب عليهم فهموا ساعد الجنرال استهزأ بيهم وضحك عليهم هو ورجالته وسبهم وماشى وبعدما المحاربين التلاتة ماشوا حسوا بإهانة لنفسهم جدا وليو ساعتها قالهم انهم لازم يسيبوا المكان ده ويروح الناس تانية تقدر إيميتهم فجوان وجنج سمعوا كلامه وقراروا يمشوا ويسيبوا المكان في الوقت ده أطمع دونج جو بدأت تزيد وراح للإمبراطور ليو بيان اللي كان لسه طفل بس كان الوريس الشرقي للإمبراطورية وقال له انت حكمك ما يمشيش عليها وقال للمجلس حد فيكو معترد فساعتها اتنين حبوا يقولوا رأيهم قام دونج جو خلى الحراس ياخدوهم ويعدموهم وقال لرئيس المجلس سيتو عجبك ولا تحصل إخواتك فقال له اه طبعا عجبني وبعدها شال ليو بيان وعينت شين ليو ابنه أمير على الإمبراطورية كلها وبعد شوية كان معاد الغدى جيه والمجلس كله بيتجمع ورئيسهم سيتو بيقولهم ان الإمبراطورية في وضع مزري جدا بعد ما دونج جو شال الإمبراطور ليو وهانو كمان اعتدى على والدته وإحنا هنا مش قادرين نعمل معاه حاجة ولا نعتارد حتى فواحد منهم اسمه كاو وده يبقى كبير سلاح الفرسان فضل يضحك على كلامه وقال للمجلس كله انتو مش رجال علشان رضيته باللي حصل ده فسيتو انفعل عليه وقال له يحترم نفسه وامر الحراس تخرجوا برا المجلس فكاو قال لهم والله ما انتو تعبين نفسوكو انا كده كده خارج لوحدي وفي الوقت ده كالليو عند حاكم المقاطعة والحاكم ساعتها طلب منه يدفع الدرائب اللي عليه بس اليوم ما كانش معاه فلوس يدفع فساعتها الحاكم غضب عليه وضربوا بعود القصب اللي معاه بس يعني بعدها على طول اول ما اهل المقاطعة عرفوا اللي حصل جابوا الحاكم وعلقوه ونزلوا فيه ضرب كلهم وده طبعا لانهم كانوا بيحبوا ليه جدا وبيحترموه علشان كان دايما بيدافع عنهم وساعتها الحاكم قال لهم لو قتلتوني الجيش كله هيجي خلص عليكو وفعلا مفيش ثانية عدة الا والجنود كانوا موجودين وبدوا يهجموا على كل الناس اللي موجودة بس في الوقت ده المحاربين التلاتة واجهوهم بقوة كبيرة وقدروا يتصدوا للجنود اللي كان عددها كبير جدا وليو امر جوان وجنج انهم ما يقتلوش حد من الجنود علشان يقدروا يخرجوا من المقاطعة بسلام وللأسف الجنود قدروا يحصروهم كلهم من كل مكان بس جوان استخدم قوة سيفه السحرية وقدر يعطلهم لحد ما قدروا يهربوا كلهم وبعد سفر لمدة عشر ايام في الغابات وبين الجبال قرر ليو والمحاربين انهم هينضموا الجيش التحالف اللي كان في الوقت ده هيحارب دونججو وقال لهم انه ندم انه ساعد الخسيس ده في حربه ضد المتمردين وكان المفروض يسيبهم يقتلوه بس الفرصة جات له تاني علشان يخلص عليه ويحمي الامبراطورية من شره وأثناء طريقهم بيوصلوا لغابة غريبة مليانة ضباب كسيف وفجأة بينتقلوا كلهم لمكان سحري وهناك بتقابلهم ست غريبة وبتاخد الاسلحة بتاعتهم منهم والغريبة كمان انها كانت عارفة اسماقهم كلهم وعرفتهم انها بتصنع اسلحة اسطورية حسب طلب كل محارب وكلما الاسلحة دي قتلت ناس اكتر كلما قوتها زادت بكتير وسألتهم ايه اللي خلاكم تعدوا من الغابة فعرفوها انهم رايحين ينضموا الجيش التحالف علشان يحاربوا الجنرال دونج جول خاين وليو قال لها انه ضم المحارب لوبه لجيشه علشان قوته تزيد وده طبعا لانه لوبه محارب اسطوري ومحدش بيقدر يقف اصاده وجوان كمان عرفها انه طور سلاحه وبقى عنده قوة خارقة ومحدش بيقدر يواجهه فقالت لهم انه جالها قبل كده وسلاحه اللي فرحان بيه ده هي اللي عملته له بس بعدها طلع خان المعلم بتاعه قطع راسه وقدمها لدونج جو وبسبب اللي عمله جونج دو فرح جدا وضمه للجيش بتاعه وساعتها ليه وسألها على شخص اسمه كاو فقالت له مين ما يعرفوش وبتبدأ تحكي لهم انه بعد ما ماشى من قاعد المجلس راح له سيتو واعتذر له وقال له انه تصرف كده قدام المجلس علشان محدش يقول عليه ضعيف وقال لكاو انه مستعد يساعده بكل الوسائل اللي يقدر عليها لو ده هيزيح دونج جو من الحكم فقال له كاو انه مش محتاج مساعدة من حد حتى لو ده هيكلفه حياته فسيتو عطاله سيف نادر بيقطع الفلاز من حدته وقال له ده هيساعدك في مهمتك بعدها راح لدونج جو وكان معاه لوبو ودونج جو قال له انه بيرى كتاباته عنه ودايما بتعجبه وامر لوبو انه يهديه حصان فخم جدا تقديرا ليه بس بعد شوية بعد ما دونج جو عينه غفلت كاو تسلل ودخل عليه القوضة وخرج السيف اللي معاه ولسه يتعانه بيه التاني صحة من النوم بس كاو لحق نفسه وقال له ان السيف ده نادر بيقطع الفلاز وهدية من ليك ولوبو ساعتها في الوقت ده دخل عليهم وعرف ان الحصان جاهز ومستنيه براه فشكر كاو وماشى على طول من المكان وبعد ما خرج لوبو راح لدونج جو وقال له انه كان جاي بالسيف معاه علشان يقتلك مش علشان يدهولك هدية وبالرغم ان دونج جو قال له انه كاو غلبان وما كانش جاي علشان يقتلني الا ان لوبو اصر على كلامه وامر الجنود كلها انها اضطرده وتقتله في الوقت ده كاو كان اخد الحصان اللي عطهوله جنرال بس حس انهم هيخضروا بيه وهيهجموا عليه فخد الحصان بتاعه وضرب الجنود اللي على البوابة وانطلق من المكان باقصى سرعته وهنا الجنود قرروا يضربوا عليه بالاسهم والسهم كانت كتيرة جدا وكانت نزل عليه زي المطرة وكمان اتصاب اكتر من سهم في جسمه بس فضل مكمل في طريقه بعدها لوبو قرر يروح وراه واخد الحصان بتاعه وانطلق وراب اقصى سرعته وكمان وفضل يجري وراه المسافة كبيرة جدا لحد ما دخلوا الغابة واشتبكوا مع بعض وفضلوا يضربوا بعض بالاسلحة هما الاتنين لحد ما لوبو قدر يكسر السيف بتاع كاو وحولوا القطع صغيرة بعدها فضل يصعقوا بسلاحه السحري بس كاو كان قادر يتفادى كل ضرباته وهنا لوبو اخر ما زهق منه قرر يجمع صعقة كبيرة جدا من سلاحه وضرب الغابة كلها بيها وبسبب الضربة دي الغابة كلها انهارت والشجر اتخلع من مكانه والتربقت كلها فوق دماغ كاو ولازم اشوف راسه قدامي علشان اتأكد انه مات وكرر انه ينشر ملصقات علشان اللي يشوفه يدلهم على مكانه وياخد مكافأة كبيرة بس المفاجأة ان كاو فضل عايش بمعجزة بعدما طفع على سطح النهر وواحد ومراته شافوه وخدوه للبيت بتاعهم وعالجوه هناك بس بعدما عارف المكافأة طالعوا اندال وبلغوا عنه والجنود ابضت عليه في نفس اليوم ولما جي معاد المحاكمة بتاعت كاو قال للقادي انه هيقتل دونججوه علشان يرجع السلام للبلد ومش فارق مع الموت طالما هيموت بطل فالحاكم طلع راجل جدع وعمله محاكمة وهمية قدام الناس وبعدما خلص مشاهم كلهم وهربوا وطلع هرب معاه وكمان وراحوا بعدها عند بيت عمه لبوشي وهناك عمه راحب بيه هو والحاكم وعرفوا على عيلته وقال لهم انه بطل وعاوز يخلص الشعب من فساد دونججوه وقال لكاو لحد ما امرأت عمك تحضر الغده خش انت وصاحبك ارتاحه جوه وانا هروح اجيب شوية عصير واجي المهم بعدما دخله كاو سمع صوت سن سكاكين وسيوف وساعته حس ان عمه باعة وولاده هيقتلوه علشان ياخدوا المكافأة فكرر ان يخرج من القوضة علشان يشوفهم بس اتفاجأ ان الباب متربس من برة فكسر الباب وخرج قتلهم كلهم واحد ورد تاني لحد ما خلص عليهم كلهم بس هما ماشيين الحاكم لفت نظره للخنازير اللي كانوا بيسنوا السكاكين علشان يتبحوها وقال له ينهري سود انت قتلت ناس ملهاش زنب فاخده كاو وماشي بسرعة من المكان بس في الطريق لقى عمه في وشه وكان جاب العصير ومروح على بيته المهم كاو عرفه انه لازم يمشي بس عمه حلف عليه انه مش هيمشي قبل ما يتغدى معاهم وساعتها قال له انا اسف يا عمي بس انا قتلت عيلتك بالغلط وساعتها اول ما عمه سمع انهار قدامه ما اقدرش يمسك نفسه فكاو حضنه هو متأثر جدا وطعنه بالسيف وقتله هو كمان علشان يحصلهم وبعد ما ماشه الحاكم قال له قتلت عمك ليه كان ممكن تسيبه يرجع فقال له انه كان هيعرف وهيجمع رجاله وهيجي يقتلني علشان ينتقم لعيلته وبعد ما قاعده علشان يرتاحه وكاو ونام شوية قرر الحاكم انه هيقتله وسحب الخنجر بتاعه وقرب منه بس كاو خد باله منه والحاكم ما طلعش عليه نهار تاني وبعدها عدى من الغابة السحرية وقابلته الست اللي فيها وعطت له سيف اسطوري ودلوقتي بيوزع منشورات في كل المقاطعات علشان يجمع جنود ويحربوا معاه ضد دونجو جو والجنرال لوبو وبنرجع مرة تانية للست اللي في الغابة بعد ما حكت قصة كاو للمحاربين التلاتة وقالت لهم انها هتديهم اسلحة سحرية بقدرات خارقة زي ما عملت مع اللي قبلهم وعرفتهم ان كلما الاسلحة شربت دم اكتر كلما قوتها زادت وبعدها صحيوا كلهم مرة تانية وهم لسه في الغابة ولقوا قدامهم الاسلحة اللي الست وعدتهم بيها وكل واحد اخد السلاح بتاعه وتحركوا لمكان تجمع قوات التحالف وفي الوقت ده كان كاو قدر يجمع قوات وجنود من كل المقاطعات وكان عددهم كبير جدا وكلهم اعلنوا ولاقهم ليه في سبيل انهم يقتلوا دونجو جو ويخلصوا الامبراطورية منه وبعد ما وصل المحاربين التلاتة لباب القلع اللي متجمع فيها قوات التحالف بيعرفوا الحارس بنفسهم وليو بيديلوا الدعوة اللي هينضموا بيها للقوات فالحارس قالهم انتو تابع جيش مين وبعدين الدعوة دي جيبتوها منين شاكلكم سرقتوها فجنج كان هيدرابوا بس ليه ومنعوا بس بيوصل في الوقت ده كاو ورحب بالمحاربين التلاتة وقال للحارس ان اي حد معاه دعوة هينضم بيها بسهولة ومن غير اسئلة بعدها على طول اجتمعوا قادة الكوات من كل المقاطعات وكان عددهم 18 قائد وعينوا قائد اعلى ليهم وهو يوان شاو لانه من سلالة مشهورة ومعاه اكبر جيش واكبر كمية مؤن وبدأ كل قائد يعرف نفسه وعدد قواته اللي كان معاه 15 الف جندي واللي كان معاه 20 واللي كان معاه اكتر من كده بكتير وهنا جنج زع فيهم وقال لهم احنا معاكم برضو ولا انتو نسيتو فقالوله عرفوا نفسكم وقالقاب عائلتكم فليو قال لهم انهم ما عندهمش القاب فقالوله طب اهليكم بيشتغلوا ايه فليو قال لهم انه شغال بتعجزم وجنج جزار خنزير ومفيش غير جوان هو اللي اخوه امير من سلالة هان فكل القادة فضلوا اضحقوا عليهم لحد ما يوان سكتهم وسأل ليو على عدد الجنود اللي معاهم فليو قال له انهم جايين هم التلاتة لوحدهم فايوان ضحك وقال له ماينفعش كل قائد هنا معاه 20 و30 الف جندي وانتو كده بالصلاع النبي ما تعملوش حاجة فليو قال له انهم شجعان ومخلصين وهدفهم مشترك وهو قتل دونج جو فكاو قال له انه كلامك صح ومش مهم اسم المحارب والعائلته اللي جاي منها لو ما كانش شجاع ومستعد يضحي بنفسه يبقى كده مالوش لازمة وقال ليوان انه عارفهم هم التلاتة وشاهد له بشجعتهم وحسن سريتهم وساعتها ليه وقال لهم انهم لازم في الاول يحطوا خطة علشان يقدروا يهزموا دونج وجيشه ويحطوا في اعتبارهم انهم لازم ينقذوا الامبراطور الصغير لانه لو مات سلالة هان هتنهار ونظام الحكم هيوقع وعلشان كده لازم يدخلوا للعاصمة ومفيش غير معبر هولاو اللي يقدروا يدخلوا منه واكيد دونج جو هيبعت كله قواته وعلى رأسهم الجنرال لوبو علشان يواجهنا فكاو قال له انه لازم يروح المعبر ويهزم لوبو الاول بعدها يوان وافق على ضمهم للجيش وشربوا كلهم دم الغزال النغ بتحالفهم بعدها على طول دونج جو جالوا المساعد بتاعه وقال له ان سون جيان اخترق تلات خطوط من دفاعات معبر هولاو فعلى طول امر دونج جو المحارب شيونج انه يروح لهم ويتصدى لهم قبل ما يتقدموا خطوة تانية وبعدها بيوصل شيونج هو وجنوده لمكان التحالف وبينادي عليهم وبيقولهم حد فيك ويجي لي راجل لراجل ووقتها هيوان قال للقادة مين هيروح يواجهه فمحدش منهم رد بس واحد من الجنود قال له انه هيواجه لوحده بعدها راح له وبدأ يواجهه بس معرفش يعمل معاه حاجة وشيونج كان مقاتل قوي جدا وقدر يتمكن منه بسرعة كبيرة وخلص عليه في ثواني وقطع راسه ورمها للقادة جوه الالعة بعدها طلع له واحد تاني وبدأ يواجهه برضو بس ما قدرش حتى يوجه له خدش واحد وشيونج قدر يتمكن منه بسهولة وكمان وخلص عليه ورمى راسه للقائد جوه الالعة هو كمان وفضلوا يبعتوله في جنود وهو يقتلهم واحد وراء التاني لحد ما جوان قال له منه هيروح يواجهه بنفسه وهو اللي هيخلص عليه وساعتها القادة كلهم استهزعوا بكلامه بس اخد الحصان بتاعه وخرج واول ما وصله بدأ يتقاتل معاه وهجم عليه بقوة كبيرة جدا وفضلوا الاتنين يوجهه لبعض ضربات قوية ومحدش منهم كان قادر يخلص على التاني لحد ما شيونج وقف وقال لجوان انا ما توقعتش انك هتبقى بالقوة دي بس يخسار راسك هتطير دلوقتي زي اللي قابلك ورجع تاني للقتال بس قدر جوان يوجه له ضربات قوية جدا لحد ما وقع على الارض وضربوا بالسيف بتاعه وخد راسه مساكها في ايده وسأل الجنود بتوعه لو حد فيهم عاوز يقتلوا يوريلوا نفسه بس كلهم خافوا منه وسابوا المكان وطلعوا كلهم يجروا ورجع بعدها للقلعة ومعاه راس شيونج وقال لهم يبعتوها لدونج جو فيوان قال لهم يقدموله افضل المأكلات والشراب تكريما ليه بس جوان قال له لو عاوز تكافئ حد كافئ ليو بيه لانه هو القائد بتاعي فيوان قال ليو انه بقى القائد التسعتاشر لقوات التحالف وكمان هيبقى ليه جنود خاصة بيه لوحده في الوقت ده كان سونجيان قدر يهزم 30 الف جندي من قوات دونج جو وقدر كمان انه يحاصر اسوار المدينة وبعد ما عرف دونج جو باللي حصل قرر يعلن الحرب عليهم واستدع نصف مليون جندي للحرب وده كان وقتها نفس عدد قوات التحالف وقسمهم دونج جو المجموعات كل مجموعة مسؤولة عن حماية جزء معين في المعبر وعلى رأسهم القائد لوبو وبعد ما جمعوا الجنود اطلق لوبو ساهم ووصل لحد القلعة والقادة لما شافوه عرفوا ان ده اعلان حرب من دونج جو ولوبو بعدها بفترة معظم القادة هربوا بجنودهم بعد ما خافوا من دعوة لوبو للحرب وما تبقاش بس غير 200 الف جندي من اصل 500 الف وقال لهم ليو ان كل قائد من دول كان عنده نواياه واهداف تانية كان عاوز يحققها لوحده ولما شافوا الوضع بقى خطر كل واحد خدله في اسنانه وخلع وجوان قال لهم ان اللي خاف على نفسه جنوده يقدر يمشي زي اللي قابله بس ما يسموش نفسهم جنرالات بعد كده بعدها بيطلع ليو وكاوي قتلوا بعض في قتال تدريبي وهنا بيبان قوة الاتنين وكل واحد منهم بيعرف قوة التاني وبعد ما خلصوا راجعوا مرة تانية بس القادة قالوا له انهم عندهم خطة كويسة وهي ان ليو وجوان وجانج هيروحوا يواجهوا لوبل وحدهم وكاوي هياخدوا الكوات كلها وهيواجه جيش دونججو فبيوافقوا كلهم على الخطة وبيخرج بعدها جوان وبيرقي خطاب على الجنود علشان يحفزهم قبل المعركة وبيقول لهم لازم تكون ارواحكم متحدة علشان تقدروا تهزموا العدو بتاعكم بعدها بيتحرك ليو وجوان وجانج وهم وجنوده للمعبر وهناك كان لوبل واقف مستنيهم ومعاه جيش ضخم جدا وكانوا واقفين على البوابة وبنلاحظ ان مش بيفصل بين الجيشين غير جاسر صغير جدا ما بينهم في الوقت ده لوبو حاسب حاجة مش تمام في جيش ليو فبدأ يصخر قوته السحرية وخلى الرياح تتحرك نحية جيش لوبو وهنا بتحصل مفاجأة وبالله ان جزء كبير من جيش ليو بقى عباره عن اجسام مليانة اش وليو عمل كده بعد ما عددهم قال جدا بسبب القادة لانسحبه وده هيخليهم يبانوا اكتر بس للأسف الرياح طيارة القش والأجسام كلها وقعت على الارض فلوبو قال لجنوده شكلنا واقعنا مع هواه ولا ايه وامرهم بالهجوم وهنا ليه امر جنوده بالانسحاب بس في الحقيقة هو كان عمل لهم فخ والجنود في ثواني انسحبوا وغيروا التشكيل بتاعهم وعملوا كماشا على جزء كبير جدا من جيش لوبو وحوتوهم بالدروع بتاعتهم من كل مكان وكان كل اللي يقرب منهم كانوا بيخلصوا عليه بالرماح بتاعتهم في ثواني وبسبب الحركة دي قدروا يخلصوا على عدد كبير جدا منهم في الوقت ده بيبدأ التلات مقاتلين يشتبكوا مع الجنود بقوة رهيبة وكل واحد منهم بيستخدم قوة سلاحه السحرية وبيقدروا يخلصوا على مجموعة كبيرة جدا من الجنود بسرعة كبيرة وبدأ كاو يشتبك مع قوات دونججو عند حفة الجبل وهجم عليهم بقوة كبيرة هو كمان هو والجنود بتاعته بعدها ليه وجوان وجنج داخلوا جوا الكماشات اللي عملوها الجنود واستخدموا قوتهم مرة تانية وبدأوا يخرجوا صواعق ولهب من اسلحتهم كانوا بيدمروا بيها اجزاء كبيرة جدا من الجيش في لمح البصر وبعد ما لوبو اتكشف وبقال واحده من غير جنود بتاجم عليه كتيبة من جيش ليو بعدد كبير جدا بس هو طبعا ماوقفش ساكت وطلع سلاحه وبدأ اضربهم بالصواعق من كل مكان وبدأت اجسامهم تطير من قوة الصواعق في الهوى يعني قدر يموت له وهنا بدأت معركة اسطورية ما بينهم وبدأوا يستخدموا قوة اسلحتهم كلها في نفس الوقت وده ولد اشاعة ضخمة جدا دمارة الجسر اللي بيفصل بين الجيشين وبسبب كده نزلوا كلهم للخندق اللي تحت الجسر وهنا بدأت المدعكة وفضلوا يضربوا فيه هم التلاتة بكل اسلحتهم وبكل قوة ويوجهولوا صواعق والسنة لهب وطيارات مية وهو كان كل اللي بيعملوا ان هو عمال يهرب منهم وولا حاجة من كل الدربات دي اثرت فيه وكملوا ضرب فيه وقدروا يحصروا من كل مكان وبدوا يبرزوا بالاسلحة بس هو كان اقوى منهم بكتير وقدر يصد كل ضرباتهم ومرة واحدة فاضل يطلع للسماء وجمع صواعق ضخمة جدا في الجو ووجهها ناحية المقاتلين التلاتة بس الحسنة حظهم ان الصعقة دمرت الصخرة اللي كانوا وقفين عليها وما اثرتش فيهم في حاجة ونزل لهم تاني وضرب جوان بصعقة كبيرة دمرت الزي بتاعه وهنا جوان افتكر كلام الست اللي قابلتهم في الغابة وقالت لهم لما الاسلحة بتاعتكم بتشرب دم اكتر قوتها بتزيد فبدأوا كلهم يجرحوا قديهم وصدروهم بالاسلحة علشان تمتص الدم وقوتها تزيد وبعد ما عملوا كده رجعوا يتقاتلوا كلهم بقوة كبيرة بس في المرة دي الكفة عدلت شوية وقدروا انهم يجرحوا في اكتر من مكان من جسمه في الوقت ده كان كاوف طريقه للمدينة بعد ما خلص على اللي باقي من جيش دونج وهنا دونج امر الحراس يطلقوا اشارة دخانية علشان لوبو يرجع ينجدهم من اللي هم فيه واول ما لوبو شاف الدخان ساب المعركة وطار من وسط المكان طلع لحصانه واخد وماشى بسرعة علشان يلحق الجنرال وبعدها كاوف عرف ان دونج جوخ خد الامبراطور الصغير وهرب لمدينة تانية وكمان سونجيان اللي متحالف معاهم سابهم وراح لمدينة لوينج علشان ياخد الختم الامبراطوري وده كان ختم نادر بيرجع لسلالة الامبراطور وواحد من رجالته سأل ومش المفروض نروح وراه فكاو قاله ان مجرد ختم رمزي بيدي لصاحبه صلاحية ضغازه البلد وده اي حد ممكن يعمله لو امتلك الجرأ والجنود وبتمر كم سنة وبيروح كاو يزور ليو في معسكر جيشه بعد ما عدده زاد بشكل كبير جدا وبيسلم عليه وبيقول له عاوز اشرب معاك كبات شاي وبيدي يحكيله ان مفيش حد في الحرب دي خرج بطل غيري انا وانت والباقي كان بيدور على مصلحته وازاي يستفيد من الحرب الاقصى درجة وسأل ليو ما بتدورش انت كمان على مصلحة هنا ولا هنا فليو قاله ان مصلحتي الوحيدة هي نسلالة هان ترجع لمجدها مرة تانية والاستقرار يرجع للبلد وقال له انت كمان هتموت وتمسك العرش فكاو قاله ما انت اكيد زيه بس ليو قاله ان مالوش دعو بالقصص دي ومريح دماغه وهنا كاو فضل يضحك عليه وقال له انه بيعجبه فيه ثقة في نفسه وهو بيجدب وبعد ما خلصوا كلام وادعوا كاو وقال له انه بيتمنى في المستقبل انهم يفضلوا اصدقاء فليه قاله طول ما انت مخلص لسلالة هان هنفضل اصدقاء وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام